اشتركوا في القناة في فترة الصيف وبهذه المناسبة دعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان دعا أصحاب العمل للالتزام بتطبيق القرار حفاظا على سلامة وصحة العمال في ظل هذه الفترة من العام التي تشهد فيه ارتفاع أو تشهد فيه مملكة البحرين ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوب العالية إلى جانب القيام بالإجراءات التنظيمية بما في ذلك الاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير إنجاز أعمالهم وفي هذا الإطار أكد حميدان حرص مملكة البحرين على تطبيق معايير العمل الآمنة والصحية في مواقع الإنتاج منوها في هذا الشأن بأهمية مراعاة الجميع تطبيق مبادئ واشتراطات السلام المهنية تعزيزا لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية لحماية العمال من الإجهاد الحراري وتطبيقا لأعلى معايير السلامة المهنية في مختلف المواقع الإنتاجية حرصت مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية فسيبدأ في الأول من يوليو سريان تطبيق الغرار رقم ثلاثة لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا خلال شهرين يوليو وقسطس التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة هذا وتمضي مملكة البحرين في تعزيز البيئة المثالية للحفاظ على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف بما يتواكب مع مستجدات المخاطر في أماكن العمل للحد من الإصابات والحوادث المهنية حيث يحمل القرار الوزاري بشأن حظر العمل في طياته العديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية إضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل بفضل إعادة برمجتهم أوقات العمل بما لا يؤثر على مستويات الإنتاجية وبما يسهم في خفض كلفة الإصابات البشرية بمواقع العمل وتأكيداً للالتزام بتطبيق إجراءات السلامة تحرص مملكة البحرين أثناء شهور الصيف أثناء العمل بإلزام المؤسسات الصناعية والاقتصادية بالقوانين المنظمة لأوقات العمل في التقص الحار وتوعية العمال بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المهنية ومراقبة الحالة البدنية للعمال ترجمة نانسي قنقر تلفزيو البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر